اشتركوا في القناة وسوف تكون هذه المناسبة وللمرة الثانية سوف تحلق مروحية الاباتش الهجومية في سماء المملكة المغربية بعدما حلقت للمرة الاولى سنة 2016 حيث تمت تجربتها هنا في المغرب وتمت معينتها من طرف خبراء القوات الملكية الجوية وطياري القوات الملكية الجوية قبل ان يتم التعاقد عليها رسميا سنة 2019 يذكر على ان المغرب تعاقد على 36 مروحية هجومية من طراز اباتشي بنسخة الگاردين نسخة الگاردين المتابعين الكرام تعتبر احدث واقوى نسخة لمروحية الاباتشي واقوى ايضا مروحية هجومية موجودة في العالم التكنولوجيا التي تتوفر عليها هذه المروحية بنسخة الگاردين لا تتواجد على اي مروحية اخرى على الاطلاق وسوف تعضيف قدرات كبيرة جدا ومميتة جدا ودفاعية ايضا للقوات الملكية الجوية اذا المتابعين الكرام وصل مروحية الاباتشي للمشاركة في مناورات الاسد الافريقي سوف تكون فرصة اخرى للطيارين المغاربة لمعاينتها ايضا لتجربتها ايضا للتحليق بها ايضا لتنفيذ عمليات بها في سيناريوهات عسكرية تحاكي الواقع تحاكي عمليات عسكرية واقعية قبل ان تبدأ القوات الملكية الجوية في تسلم مروحية الاباتشي الهجومية كما ذكرت بنسخة الگاردين على حدث على الاطلاق خلال سنتين من الان تحديدا سنة ايضا المتابعين الكرام سوف نواصل في تغطية مراحل مناورات الاسد الافريقي يوم امس كانت هناك عمليات بالدخيرة الحية تمارين بالدخيرة الحية في المحبس بالصحراء المغربية شملت ايضا منظومات من طراز هي مارز ايضا مدفعية ذاتية الحركة من طراز M109A5 وايضا البلدين الخاصة بالولايات المتحدة الامريكية وايضا المدفعية الملكية المغربية التي تشارك بنفس الصنف من المدفعية متابعين الكرام اراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته